بعد سلسلة الخروقات الأمنية التي شهدتها محافظة الأنبار من العمليات الانتحارية التي استهدفت أحزاب سياسية غرب المحافظة وهجوم استهدفت جمع شبابي الذي أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص وجرح عشرة آخرين إضافة إلى عمليات أخرى باتت بالفشل عقب ملاحقة القوات الأمنية الانتحاريين ومحاصرتهم قبل أن يفجروا أنفسهم في قضاء هيتا كل هذه العوامل جعلت أن تدق جرس الانذار بشأن مخططات تنظيم داعش الإرهابي للتأثير على الوضع الأمني في المحافظة بعدما شهدت استقرارا أمنيا حيث وضعت القوات الأمنية خطة لتعزيز السيطرة على المحافظة بشكل مكثف عندما داخل ومخارج مدن الأنبار وقامت بتشديد سيطرتها على المناطق التي كان تضم خلايا داعش الإجرامي أما قادة الحج الشعبي وضعوا جهوزية كاملة لقواتهم استعدادا لتأمين المحافظة وبحسب ما يراه خبراء إن الخروقات الأمنية التي حدثت بالمحافظة في الآوينة الأخيرة دليل على نوايا داعش الإرهابي لإرباك الوضع الأمني ولا سيما في مناطق سيطرته القديمة وإن معظم مخاطر داعش في الأنبار تأتي من وادي حوران والقذفة في أقصى الغرب حيث تورد المعلومات إن عناصر التنظيم لجول هناك بعد طردهم من معاقلهم الرئيسية في عراق وسط احتمالات أن يكون معظمهم وصل إلى هذه المناطق من خلال صفقة الباصة في سوريا من بغداد سقر منذرة WTV